مرحبا بالجميع انا عمر محمد من قناتكم الحياة عقائب اكتشف علماء الاحافير والاثار ان العظام التي عثر عليها في نيوزلندا عام 2008 وكان يعتقد انها تعود العظام نسر عملاق ما هي الا عظام ببغاء عملاق عاش قبل 19 مليون سنة ليس هذا فحسب بل ان هذا الببغاء العملاق الذي اطلق عليه اسم هاكل كان يصل طوله الى اكثر من متر وزن حوالي 7 كيلوغرامات وبالتالي فهو اكبر حجبا من وزن ببغاء الكاكابو الذي كما اكبر ببغاء معروفا في السابق قبل البدء لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة تجيع لنا بنشر المزيد ان شاء الله ويبدو ان التسمية التي اطلقت على الببغاء هاكل انها تعكس حجمها وقوتها غير العاديين وطبيعة الاكتشاف غير المتوقع وقال تريفو وارث استاذ لدى جامعة فيلندرز الاسترالية والمؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت في مجلة رسائل بيولوجية انه بمجرد ان قررنا انه شيء جديد وممتع كان التحدي هو معرفة العائلة التي تنتمي اليها اذ لم يعثر سابقا على ببغوات عملاقة واضاف انه لهذا السبب لم تكن الببغوات على رادار البحث والاكتشاف وبالتالي فقد استرق الامر منهم بعض الوقت للتمييز بين جميع الطيور الاخرى والببغوات بشكل اساسي الامر الذي قاد الى استنتاج ان الخصائص الفريدة لمعثر عليه انما تعود الببغاء وقال وعرف انه لم يكتشف احد الببغاء عملاقا منقرضا في اي مكان حتى الان بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام مختلفة من ناحيته قال بول سكويف الكبير امنا قسم التاريخ الطبيعي في مدحف كانتر بريه انه عثر على الاحفورة اول مرة عام 2008 وفي البداية كان فريق الباحثين يعتقد ان العظام تعود لنسر عملاق وكان قد عثر على العظام بالكومونسات باتان وسط منطقة اوتاغو في نيوزلاندا وكانت ضمن رواسب احفورية من عصر الموسين المبكر اي قبل نحو 19 مليون عام وعلى غرم من ان المنطقة الان شديدة البرودة ومعروفة بالتزلق لان سكوفيلد اشار الى ان البيئة والمناخ في ذلك الوقت كان مختلفين واضاف في ذلك الوقت كانت بيئة شبه استوائية مشابهة تماما لشمال نيو ساوث ويلز منوها الى انه كانت فيها نباتات مماثلة لنباتات المناطق شبه الاستوائية واضح سكوفيلد ان وزن الببراء يعني احتمال انه لم يكن يطير وان النظام الغذائي له ما زال غير معروف مع العلم ان معظم الببروات اليوم من اباتية وقال سكوفيلد ان موقع سانت باتان يوفر رؤية وحيدة للطيور الارضية والحيوانات الاهرة التي عاشت في نيوزلاندا منذ عصر الدين الصورات وبعد ان وصلنا الى نهاية الفيديو لا تنسوا ترك اعرائكم في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة